حول أحدث تقارير هيئة الرقابة على الصدرات والواردات إحنا كنا بنتكلم لو تفتكروا بس في حاجة بقى مهمة عايزين نتكلم عليها مصر بتخطط ودي حاجة هتبقى متعلقة فيه ما بعد ذلك بما سألت صدرتنا واردتنا ولوجستيات وما إلى ذلك مصر بتخطط إنها تعمل سبع ممرات لوجستية وإن تبقى هذه الممرات اللوجستية ممكن تسميها ضخمة ممكن تسميها عملاقة سميها زي ما تسميها المفترض إنها تشتغل على إيه؟ إنها تربط المناطق بتاعة الإنتاج الإنتاج ده بقى صناعي الإنتاج ده زراعي الإنتاج ده تعديل إلى آخره بالمواني بتاعتنا على بحرين حلو قوي نفهم بقى القصة دي وأهميتها إيه وتؤدي لإيه من ضفنا العزيز جدا 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 دكتور حسن مهدي وطبعا دكتور حسن مهدي غني عن التعريف أسيد الطرق والنقل باية كلية الهدسة بجامعة عين شمس منوارنا دكتور ربنا يخليك أنا سعيد بوجودي معك النهاردة ونأمل إن شاء الله تعالى إن إحنا نقدر ندي فكرة عن الموضوع بشكل جيد المحاور اللوجستية اللي تم الألانة عنها من وزارة النقل وعدادها سبعة الهدف منها زي ما حضرتك قلت إن أنا بربط مناطق الإنتاج بالمواني وأقدر إن أنا أنقل مستلزمات إنتاج أو أديها للمناطق الصناعية فأبتدي أصنع أو إن أنا أنقل حتى سلع استراتيجية ومنتجات من داخل مصر من مناطق لوجستية أنقلها إلى مناطق التوزيع أو لو كنت هصدر فأنقلها إلى المواني البحرية عشان يتم عملية تصدير مبدئياً مصر 90% من التجارة الدولية بتتم عن طريق النقل البحري وده كان هدف أساسي أو مدعاه إلى إن أنا أهتم بتطوير المواني وعندنا تارجت أن يبقى عندي إجمالي أطوال الأرصفة البحرية في إجمالي المواني على البحرين الأحمر والمتعصت حوالي 100 كيلو متر طولي وبنزود الغاطس عشان أقدر أستقبل نقلات الحويات العملاقة بننشئ محطات متعددة الأغراض علشان أقدر أن أنا أستثمر في البنية الأساسية للمواني المصرية خصوصاً لا يخفى على المواطن العادي حتى أن في توكيلات ملاحية هجرت مصر نتيجة عدم تطوير البنية الأساسية للمواني وكان في عندنا دول جوار إقليمي بتقدم خدمات أفضل وطورت من موانيها فبالتالي علشان نرجع تاني للمنافسة كان لابد أن أنا أطور من المواني البحرية بتاعتي كان يستلزم تطوير المواني البحرية أن أنا أعمل مناطق لوجستية ومواني جافة ليه؟ لأن المواني الجافة هي البكي أرض بتاعت المواني البحرية بدل ما البضاقة بتتراكم في الميناء البحري علشان الإجراءات بقى من جمارك من تفتيش من حجر صحي من كذا من كذا ده كله بياخد حيز من الميناء البحري فالنهاردة لما بيكون في عندي مخزن اللي هو الميناء الجاف لي الميناء البحري بنقل بالسكة الحديد مباشرة من الميناء البحري فأزيد من الطاقة الاستعبية أفضي الأرصيفة وساحات التخزين فتجيني بضاقة تانية فأقدر أن أنا أزود من الطاقة الاستعبية للميناء المحاور اللوجستية لها دورين في الواقع دور لخدمة التجارة الداخلية ودور لخدمة التجارة الخارجية لمصر فلما نتحدث عن إيه هي المحاور دي نبتدي نسردهم كده ونتكلم عن كل واحد منهم المحور اللوجستي الأول اللي هو ربط مواني السخنة بمواني اسكندرية من خلال الخط اللوجستي الأخضر أو القطار القهربائي السريع الخط الأخضر اللي هو هيربط إلى عين السخنة ويمتد حتى مطروح وهناك طموح لمده إلى السلوم ولو مدته للسلوم يبقى أنا كمان هبتدي أطمح أكتر أن أنا أربط نفسي بدول المغرب العربي ليبيا وبعدين أبتدي بقى أخذ الضبط كده وبالتالي يبقى ده موجود وإحنا شغالين على الجزء دوام في مصر بحيث أن أنا أبقى جاهز لما تتحسن الأجواء في دول المغرب العربي أقدر أن أنا أربط حديديا وطبعا الربط الحديد ده خلينا نقول أنه هو بيعظم مش بس التبادل التجاري لكن كمان الوحدة في السياسية النهاردة الاتحاد الأوروبي لما قام قام الأول على مصالح تجارية ما بين دول الاتحاد وبعد كده قام كيان سياسي نتيجة أن في مصالح مشتركة وهي السياسة مصالح فلما نتحدث عن هذا الخط اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية وعندنا فكرة ميناء الإسكندرية الكبير اللي هيضم الدخيلة والماكس والميناء الإسكندرية كل هذا الخط اللوجستي أقدر أننا أعظم الدور الاستراتيجي لقناة السويس هو ليس بديلا لقناة السويس لقناة السويس النهاردة ناقلة الحوايات اللي بتشيل آلاف الكنتينرز مش هقدر أننا نلدون بالقطر وأقول أننا هعمل ده بديل لي مستحالة لكن أننا أقدر أننا أدعم الدور دوا وفي نفس الوقت الخط اللوجستي ده بيمر بمناطق صناعية يعني هيمر بمسلا أكتوبر هيمر بمدينة السادات هيمر بنبرية هيمر ببرج العرب يبقى أنا أقدر أنقل من مواني السخنة أو الإسكندرية مستلزمات التشغيل لهذه المناطق الصناعية وأقدر أنقلها للمناطق الصناعية دي فأقدر تكلفة النقل تكون أقل وبالتالي يبقى أنا بشغل المناطق الصناعية بحاول أن أعمل صناعات قيمة مضافة من خلال المناطق اللوجستية المنشأة في هذه المناطق أنا ماندينة السادات فيها منطق لوجستية السادس من أكتوبر فيها ميناجاف جوه المنطقة الصناعية فكل هذه الأمور مرتبطة بحركة نقل أستطيع فلما نتحدث عن الخط اللوجيستي اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية ده له قيمة فنية واقتصادية قوية وطبعا الدولة شغالة على القطار القهرباء السريع فبمجرد ما ينتهي الجزء اللي هو حتى مش لازم الخط كله لو أنا انتهيت لحد إسكندرية وبكمل لسه الحد مطروح أقدر أن أنا شغل الجزء دو وأدي الغرض منه طبعا ده هيبقى بضايع وركاب نقل بضايع بصرعة حوالي 120 كم في الساعة والركاب هتبقى الإكسبريس بتاعها بصرعة 230 والريجونال أو اللي هو الإقليمي هيشتغل 160 كم في الساعة ده خط الخط التاني اللي هو ربط ميناء الإسكندرية الكبير اللي قلنا أنه هيضم الثلاث مواني بالميناء الجاف في أكتوبر وده عن طريق أن أنا بعمل خط حديدي اسمه بني سلامة أكتوبر ده هيربط مع خط الاتحاد وخط الاتحاد بجري تطويره وازدواجه علشان أوصل لميناء الإسكندرية وبالتالي أنا أقدر أطلع البضاعة من ميناء الإسكندرية بشكل سريع أحملها على القطر أوديها للميناء الجاف في أكتوبر الميناء الجاف في أكتوبر عنده طاقة استيعابية عالية وده بشراقة مع القطاع الخاص وإحنا هنا بنقول برضو بالمناسبة أن إحنا ما عندناش أي غضاضة أن يكون فيه شراقة ما بين الدولة والقطاع الخاص طالما حقوق الدولة محفوظة والدولة لا تبيع مرافق يعني لما يدخل معايا القطاع الخاص هاند إن هاند بنسميها وين توين سيتيوشن هو يكسب والدولة تكسب هيشغل ناس هينقل تكنولوجيا هيدفع ضرائب يبقى الكلام ده كله ليه مرضوض جيد واختيار المواني الجافة والمناطق اللوجستية لها معايير علشان تخدم الكينات اللي موجودة فإحنا نتكلمنا دلوقتي عن محورين لوجستيين نتكلم عن الثالث اللي هو هيبقى القاهرة الإسكندرية بدءا من محطة بشتيل اللي إن شاء الله قريبا طرى نور وهيبقى فيه خط بقى من إيتيال بارود يروح لمدينة السادات لخدمة المنطقة الصناعية اللي في مدينة السادات ويستطيع الخط اللوجستي اللي بيربط المينة الجافة في أكتوبر اللي احنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي أننا نربطه مع الخط بتاع القاهرة الإسكندرية اللوجستي فأقدر أننا أنقل كمان للمينة الجاف في أكتوبر عندنا طبعا شبكة شبكة مستمرة